قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال إن احتجاز السفينة التجارية التي ترفع علم البرتغال في الثالث عشر من إبريل جاء بسبب انتهاكها لقوانين بحرية مضيفا أنه ليس هناك شك في ارتباط السفينة بإسرائيل وأضاف كنعاني أنه تم اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية نتيجة عدم الاستجابة لنداءات السلطات الإيرانية مشيرا إلى أن بلاده تسعى جاهدة لخلق بيئة ملاحية آمنة في مضيق هرمز والخليج العربي